احييكم اينما كنتم جولة الصحافة من اليوم اهلا بكم اهتمت الصحف الصادر اليوم بالازمة في لبنان والتي تعود الى المربع الاول بعد اعلان رجل الاعمال سمير الخطيب اعتذاره عن تولي مهمة تشكيل حكومة في غياب الغطاء السني وسط مخاوف من سيناريوهات قائمة تنتظر لبنان على وقع استمرار هذا الانسداد اما بدايتنا فستكون سورية ومن صحيفة الشرق الاوسط التي عنوانت مقتل خمسة مقاتلين موالين لايران في غارات شرقية سوريا حيث قتل خمسة مقاتلين من قوات موالية لايران جراء غارات وقعت ليلا شرقية سوريا وذلك وفق ما افاد به المرصد السوري لحقوق الانسان من دون ان يتمكن من تحديد الجهة المنفذة للغارات واستهدفت الضربات في وقت متأخر من ليل السابت مواقع للقوات الايرانية والميليشيات الموالية لها في ريف دير الزور الشرقي عند اطراف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية قتل ما لا يقل عن خمسة مقاتلين اجانب من الجنسيات غير السورية من دون ان يتمكن من تحديد جنسياتهم وتنتشر قوات ايرانية واخرى عراقية داعمة لقوات النظام السورية في منطقة واسعة من ريف دير الزور الشرقي وخصوصا بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين القدس العربي وثقت واحد وعشرين مدنيا ضحايا القصف الروسي السوري شمال غرب البلاد حيث ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف على محافظة اذلب شمال غرب سوريا الى واحد وعشرين مدنيا على الاقل قضوا جراء غارات روسية استهدفت ريفي اذلب وحمى وسط استمرار اعمال القصف ضمن منطقة خفض التصعيد الاخيرة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية وصولا الى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مرورا بريفي حما وإذلب ونزوح اكثر من ثلاثين الف مدنية نتيجة القصف الجوي والبري المكثف وانطار المنطقة بمئات الغارات والبراميل والقذائف الصاروخية والمدفعية ما دفع نشطاء ومتابعين لاطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعية تحت عنوان اذلب تحت النار وذلك لشد الانتباه حول الابادة التي يتعرض لها المدنيون شمال غرب سوريا بحسب الصحيفة وعلاق الوسم تفاعلا لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعية الذين ارفقوا صورا واشرطة مصورة لاطفال ومدنيين في اذلب وما يتعرضون له من انتهاكات بسبب القصف الجوي والبرري على البيوت والمنشآت الطبية والصحية والحيوية والاسواق الشعبية والبنى التحتية العربي الجديد وبذات الصدد ادرجت تحت عنوان هجمة وحشية على اذلب وناشطون يطلقون واسم اذلب تحت النار حيث تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم اذلب تحت النار لتسليط الضو على الجرائم التي يرتكبها طيران النظام السورية وسلاح الجو الروسي وبدفعيتهما بحق المدنيين في اذلب ومحيطها بحسب الصحيفة وذلك جراء الاستهداف العشوائي اليومي الذي تتعرض له المحافظة والاسيم الارياف الجنوبية والشرقية منها ومنذ ابريل نيسان من العام الحالي تتعرض اذلب لحملة وحشية من الطيران والمدفعية التي تستهدف المدن والبلدات وارتفعت وطيرة القصف في اغسطس ابا الماضي رغم اعلان روسيا عن هدة تشمل المحافظة باكملها وكان يوم امس دمويا على اهالي اذلب حيث اوقع القصف اكثر من عشرين مدنيا معظمهم من النساء والاطفال والان الى الشأن العراقي عراقيا وفي صحيفة الشرق الاوسط نقرأ مجزرة بغداد تطيح بقائد عملياتها حيث اعلن امس عن اعفاء قائد عمليات بغداد الفريق الروكن قيس المحمداوي بعد ثلاثة ايام من مجزرة السينكة التي سقط فيها العشرات بين قتيل وجريحة بينهم عناصر امن برصاص مسلحين مجهولين وكشف مصدر امني في تصريحة ان رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي زار مقر قيادة عمليات بغداد بصحبته اللواء الركن عبد الحسن التميمية واجتمع مع المحمداوي لمدة عشر دقائق فقط واضف عند خروج الغانمية من المقر اخذ معه المحمدية ونصب التميمية من دون سابق انذار مشيرا الى انها كانت مفاجأة لجميع الضباط المنتسبين في مقر القيادة من ناحية ثانية اصدرت هيئة الحجر الشعبية توجيهات مشددة الى جميع منتسبيها ولوحت بمحاسبتهم وعزلهم في حال اشتراكهم في المظاهرات العرب اللندنية اكدت بذات الصدد مغاقبة الجيش العراقي على مجزرة ارتكبها الحجر الشعبي حيث يتزايد ارتباك السلطات العراقية التي تقودها احزاب وميليشيات مقربة من ايران بمواجهة موجة الاحتجاجات العارمة التي لم يزدها القمع الدموي للمحتجين سوى قوة وعنفوانا وتقرر الاحد اعفاء قائد عمليات بغداد التابع لجيش العراقي في اجراء مرتبط بمجزرة ارتكبتها ميليشيات الحجر الشعبية اخر الاسبوع الماضي في ساحة الرئيسية من ساحات التظاهر في العاصمة ونسبت الى مسلحين مجهولين معتبر من قبل المحتجين انفسهم تغاضيا عن مسئولية الحجر ورغم ان القوات العراقية تشارك بالفعل في قمع المحتجين لكنها تظل بحسب مصادر عراقية طرفا منفذا للأوامر والقرارات التي يشارك قادة الميليشيات النافذون والمرتبطون بالحرس الثوري الايراني في صنعها نظرا لمكانتهم وسطوتهم على القرارات الحكومية والان الى الشأن الايراني ايرانيا اكدت العرب اللندنية بان الولايات المتحدة تتعهد بعدم التخلي عن ردع ايران حيث قال وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر في تصريحات صحفية ادل بها الاحد ان بلاده ستردع السلوك الايراني كما ينبغي وفي تعليق له على حادثة اطلاق النار في قاعدة تابعة لسلاح البحرية الامريكية في بينساكولا بولاية فلوريدا شدد اسبر على ان بلاده ستتخذ الاحتياطات لضمان سلامة القواعد العسكرية ومراجعة اجراءات التفتيش للاجانب في برامج التبادل ويأتي هذا الموقف الامريكي بعد ايام من احتجاجات تشهدها ايران لكن واشنطن ابدت ليونة في التعامل مع مجريات الاحداث في طهران وهو ما رأى فيه متابعون ان الولايات المتحدة قد خذلت بالفعل المتظاهرين العزل في ايران وغذت هذه التخمينات ردود فعل الرئيس الامريكي دونالد ترامب عقب عملية تبادل للسجناء بين واشنطن وطهران حيث توجه ترامب الشكر الى ايران وتوجه ترامب الحديث الى المسؤولين الايرانيين السبت قائلا هل رأيتم نستطيع انجاز اتفاق معنا الشرق الاوسط ادرجت تحت عنوان ايران تعلن عن ميزانية تهدف الى تخفيف الصعوبات الاقتصادية بدعم روسي حيث عرض الرئيس الايراني حسن روحاني على مجلس الشورى امس موازنة للصمودة في وجه العقوبات الامريكية والتي تستهدف قطاع النفط الحيوي مشيرا الى استثمارات روسية مرتقبة بقيمة خمسة مليارات دولار وقال روحاني ان الموازنة تهدف الى التخفيف من الصعوبات في بلادها حيث ادى رفع كبير لاسعار الوقود الى اندلاع مظاهرات قوبلت بقمع دموي في انحاء البلاد وتشمل العقوبات الامريكية التي فرضت العام الماضي في اطار نزع تركيزها على برنامج ايران النووي حظرا ضد قطاع النفط الذي تهدف واشنطن الى خفض مبيعاته للصفر في اطار حملتها لممارسة اقصى الضغوط على طهران كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية وتعاني ايران من تدهور اقتصادي شديد مع تدهور قيمة العملة الوطنية مما ادى الى ارتفاع كبير في نسبة تضخم واسعار الواردات والان الى الشأن العالمي عالميا اكدت العرب اللندنية بان غياب الغطاء السنية يضطر الخطيب الى الاعتذار عن تشكيل حكومة لبنانية حيث عادت الكرة مجددا الى ملعب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد اعتذار رجل الاعمال سمير الخطيبة قبل ساعة من بدء الاستشارات النيابية والتي كان دعاف اليها الرئيس ميشال عون الاسبوع الماضي وتحذر اوساط سياسية لبنانية من ان البلاد دخلت مرحلة في غاية الخطورة خاصة وانه ليس من المتوقع ان يغير حزب الله وحلفائه من موقفهم حيال تشكيل حكومة تكنو سياسية فيما سيكون وضو الحريري صعبا في حال قبل التنازل والخضوع لمطالبهم وهذا يبدو غير وارد وافادت مصادر قريبة من الحريرية انه سيعتذر عن قبول تشكيل حكومة في حال تسمية اكثرية النواب له في مرحلة لاحقة وقالت المصادر ان الحريرية لا يزال مصر نعل شروطه من اجل تشكيل حكومة لا تضم سوى وزراء اختصاصيين الشرق الاوساط عنونت لبنانيا ايضا عودة الحريرية ترجع الاستشارات حيث اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون مساء امس ارجاء الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة اسبوعا بعدما ادى انسحاب المهندس سمير الخطيبة من تكليفه ترأس الحكومة العنيدة الى خلط الاوراق السياسية ورفع اسهم رئيس حكومة تصريف الاعمال وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري للعودة الى المنصب وقبل اعلان ارجاء الاستشارات اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا بالحريرية قبل ان يجري الاخير اتصالا بعون بغرض التشاور فيما ظهرت مطالب من رؤساء كتل النيابية بتأجيل الاستشارات وظهر ان هناك شبه اجماع سني على تسمية الحريري وتأيدا شيعيا مقرونا بقرار تسهيل مهمته عبر تخفيض سقف التمثيل الذي يطالب به الثنائي الشيعي امل وحزب الله في مقابل تأزيم محتمل بين الحريري والتيار الوطني الحر الذي رأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل والان الى فقرة المقال ومحاز اهتمام الصحف من اراء للكتاب الكاتب حسين عبد العزيز يقول يصعب التكهن بمصير اللجنة الدستورية السورية ولا يمكن بناء تصور مستقبلي عنها بعد التباين الذي جرى بين الجولتين المنصرمتين لنتابع شكلت الجولة الاولى من اعمال اللجنة الدستورية السورية بداية الشهر الماضي نوفمبر تشرين الثاني مفاجأة لم تكن متوقعة فقد اتفقت اللجنة على مدونة سلوك بين وفدين نظام والمعارضة وعلى تشكيل اللجنة المصغرة التي تضم 45 عضوا من اجل صياغة مسودة الدستور غير ان سردية الجولة الثانية اعادت الامور الى نصابها الطبيعي المتوقع وفد النظام يعطل عمل اللجنة ويطالب بمواضيع سياسية لا علاقة لها بصوغ الدستور ويتهم وفد المعارضة بانه يمثل المصالح التركية يمكن تفسير التباين بين الجولتين باحد امرين ان وفد النظام الذي سمي وفدا مدعوما من الحكومة اعتقد حقيقة انه كذلك اي انه وفد لا يمثل النظام السوري رسميا وبالتالي لديه هامش من الحركة فخرج عن المسار المرسوم من دمشق عبر تقديم تسهيلات لاطلاق عمل اللجنة وما انعاد الوفد الى العاصمة السورية حتى تلقى التوبيخ لاعتقاده انه يملك هامشا من التحر الامر الثاني ان التسهيلات التي قام بها الوفد في الجولة الاولى كانت مدروسة بعناية ومخططة مسبقا لاظهار ان النظام جاد في انجاح اعمال اللجنة الدستورية وما جرى في الجولة الثانية مجرد خلاف حول بعض القضايا ومع ان النظام لا يحبذ مسار جينيف فانه في المقابل لا يحبذ مسار سوتشي او استانا وان اظهر غير ذلك فهو يخشى من مسار فرعي للجنة الدستورية تحت العباءة الروسية لان موسكو بدت جادة في ضرورة تقديم النظام تنازلات حيال الدستور انها رغبة الروسية دائمة في استثمار نجاحاتها العسكرية على المستوى السياسي والتأكيد انها وحدها القادرة على ممارسة ضغوط فعلية على دمشق غير ان لدى الاخيرة حسابات اخرى فهي ليست في وارد تقديم تنازلات جدية تؤثر مستقبلا في البنية الدستورية وبالتالي السياسية في منظومة الحكم فالمطلوب لجنة دستورية من غير دستور حقيقي يشكل قاعدة قانونية للانتقال السياسي ذلك ان اعمال اللجنة الدستورية اول اختبار جدي وحقيقي لقدرات موسكو في ممارسة الضغوط المطلوبة على النظام السوري وستكشف المرحلة المقبلة ما اذا كانت موسكو فعلا تتحكم بالقرار السياسي في دمشق كما يعتبر بعضهم او ان لتدخلها حدودا لا تستطيع تجاوزه كما يرى اخرون الكاتب جوان سوز يقول منذ سيطرة العدوان التركي على مدينتي رأس العين وتل ابيض السوريتين على الحدود مع تركيا تحولت المدينتان التان كانت تشهدان هدوءا كبيرا لكتلة من النار انها مناطق اردوغان للتفجيرات الامنة لا مناطق امنة ابدا بحسب الكاتب لنتابع منذ سيطرة الجيش التركي رفقة الجهاديين السوريين الموالين له والمدعومين منه على مدينتي رأس العين سريكانية وتل ابيض غريس بي السوريتين على الحدود مع تركيا اواخر شهر اكتوبر تشرين الاول الماضي تحولت المدينتان التان كانت تشهدان هدوءا كبيرا قبل الهجوم التركي لكتلة من النار ويمكننا القول ان انقرة على لسان رئيسها رجب طيب اردوغان كانت تتمسك بضرورة السيطرة على رأس العين وتل ابيض والمسافة الشاسعة التي تربط بين المدينتين وتصل لأكثر من 140 كيلو مترا لينشأ فيها اردوغان ما يطلق عليها المنطقة الامنة لكن ماذا يجري هناك في تلك المناطق بعد اكثر من شهر ونصف من سيطرة جيشه وجهاديه عليها لا يكاد يمر اسبوع دون وقوع تفجيرات تستخدم فيها السيارات والدراجات المفخخة والتي تستهدف مدينتين رأس العين وتل ابيض والبلدات الصغيرة التي تقع في محيطهما ويسقط نتيجة ذلك عشرات الضحايا بين قتيل وجريح اضافة اخرى في هذا الصدد من هو المستفيد من هذه التفجيرات التي تستهدف رأس العين وتل ابيض قوات سوريا الديمقراطية ام انقرة لا سيما ان الاولى تطالب الجهات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة بضرورة ضمان عودة نازحي المدينتين الفارين الى كوباني ومنبجة والرقى والحسكة الى بيوتهم بينما الثانية تمارس كل ما لديها من وسائل لطرد السكان الاصليين من رأس العين وتل ابيض ولا يقتصر هذا التهجير القصري على الاكراد وحدهم بل يشمل السريانة الاشوريين والارمنة والعرب الموالين لقوات سوريا الديمقراطية حيث شهدت المدينتان عشرات من حالات الاعتقال بينها نساء بتهمة الموالى لقوات سوريا الديمقراطية لا بد من التذكير ان مسلسل التفجيرات بالسيارات والدراجات المفخخة بدأت اولى حلقاته مع سيطرة الجيش التركي وجهاديه على عدة مدن سورية منذ منتصف عام 2016 مثل جرابلس والباب والراعي وعفرين وتبدو هذه الطريقة الوسيلة الاكثر نجاحا التي تتقذها انقرة لتهجير السكان الاصليين منها وتوطين تركمانها عوضا عنهم لذلك تكرر انقرة الطريقة ذاتها اليوم في رأس العينوة الابيض وبوسعنا ان نقول النتيجة ما يجري فيهما انها مناطق اردوغان للتفجيرات الامنة لا مناطق امنة ابدا الى اخبارنا المنوعة والطريفة مجموعة من البيانات الجديدة الواردة من مسبار تابع لادارة الطيران والفضاء الامريكية ناسا تعطي رؤية فريدة للرياح الشمسية والطقس في الفضاء بصورة عامة اكبر حيث مرت المركبة من الجزء الابعد للغلاف الجوي للشمس لنشاهد مجموعة من البيانات الجديدة الواردة من مسبار تابع لادارة الطيران والفضاء الامريكية ناسا تعطي رؤية فريدة للرياح الشمسية والطقس في الفضاء بصورة عامة اكبر حيث مرت المركبة من الجزء الابعد للغلاف الجوي للشمس وقدم علماء تفصيلا لأولي نتائج منشورة من مسبار باركر الشمسي وهو مركبة فضاء اطلقت في عام 2018 في رحلة اقتربت من الشمس على نحو اكبر من اي جهاز او مركبة اخرى وتقدم النتائج تفاصيل جديدة حول كيفية تأثير الشمس في تقس الفضاء وهي تعيد تشكيل فهم علماء الفلك للرياح الشمسية العنيفة التي قد تشوش على الأقمار الصناعية وعلى الأجهزة الإلكترونية على الأرض وتبعد الأرض حوالي 93 مليون ميل عن الشمس واستطاع المسبار أن يقترب من الشمس لمسافة 15 مليون ميل لجمع بيانات استخدمت في الدراسات المنشورة في دورية نيتشر وسيقترب المسبار في وقت لاحق لمسافة 4 ملايين ميل من سطح الشمس وهي مسافة أقرب 7 مرات مما وصلت إليه أي مركبة فضاء سابقة وتعرض المسبار لحرارة شديدة وهو يحلق في الجزء الأبعد للغلاف الجوي للشمس والذي يعرف باسم الهالة الشمسية ويطلق الرياح الشمسية وهي جزيئات ساخنة ونشطة ومشحونة تتضفق من الشمس وتملأ المجموعة الشمسية وأحد المفاجآت الكبيرة حقا حسب ما أشار أحد الباحثين هي رصد صعود مفاجئ وحاد في سرعة الرياح الشمسية كان من الشدة بحيث يجعل المجال المغنطيسي يدور حول نفسه في ظاهرة تسمى بظاهرة التعرجات والآن إلى فقرة الكاريكاتير موسيقى 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 نهاية الجولة شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء موسيقى